بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا الموائع الثنين الدرس الأول Pipe's Networks المحاضرة الثالثة كنا قد عرضنا في الحصة الماضية أو تطرقنا إلى Pipe's Connection لما يكونوا في حالة Series and Parallel لا أوجدنا علاقة بين الديشارج في حالة Series وال Parallel وأيضا أوجدنا علاقة للهيدلس بالنسبة للSeries and Parallel في هذه الحصة إن شاء الله سوف نأخذ Application أو مثال بسيط لما يكونوا عندي 3 Parallel Pipes زي ما موجود هنا في الرسمة عندي عندي ديشارج يدخل 0.02 متر مكعب بار سكند الPipe رقم واحد الPipe رقم اثنين الPipe رقم ثلاثة تم إعطائي في جدول هنا أو على سيغة جدول بالنسبة للPipe 1.2.3 طولهم ثم دياماتر حقتهم Minorless Coefficient بالنسبة لكل Pipe وأيضا Friction Coefficient لكل Pipe المطلوب هنا Find the flow rate through each pipe بلغة أخرى المطلوب هو Q1, Q2 and Q3 فهنا زي ما قلنا انه تطرقنا الى المعادلات بالنسبة لديشارج والهيدلوس لثري بايبس أو تو بايبس أو ماني بايبس فهنا زي ما هو معروف عندي الكيو أو الديشارج يجمع بالنسبة لثري بايبس عسان يطلع لديشارج الأصلي يعني Q يسوي Q1 plus Q2 plus Q3 بالنسبة للهيدلوس إيش؟ الهيدلوس 1 تسوي هيدلوس 2 هيدلوس 3 سوف يقع تسمية هنا الهيدلوس بW عشان ما تختلط علينا الحروف هيدلوس 1,2 and 3 نعرف انه أيضا في الحصة الأولى انه الهيدلوس يسوي RQ تربيع فإذن الW تسوي هيدلوس 1 اللي هي R1 Q1 تربيع تسوي هيدلوس 2 اللي هو R2 Q2 تربيع تسوي هيدلوس 3 ذا ما موجود هنا فإذن R3 Q3 تربيع من معادلة هذه نقدر نقول انه Q1 تسوي جذر الW على R1 نفس الشيء من معادلة هذه نعرف انه Q2 تسوي جذر الW على R2 أيضا Q3 تسوي جذر الW على R3 هنا R1 والR2 والR3 هل يمكن حسابهم بالمعطيات؟ رح نشوف بعدين نفترض انه المعطيات حق الR1 والR2 والR3 كاملة فإذن نقدر نحسب R1 R2 and R3 ثم يبقى لي إيش؟ يبقى لي فقط الW لو حصلت الW فإذن يمكن استنتاج Q1 Q2 Q3 نرزل المعادلة الأولى حق هذه نعرف انه Q تسوي Q1 plus Q2 plus Q3 Q1 تسوي جذر الW على R1 Q2 جذر الW على R2 Q3 جذر الW على R3 فإذن تم تغييرهم هنا بقيمتهم اللي أوزدناها في سطر اللي فوق ثم سوينا إيش؟ حطينا عامل مشترك جذر الW وأصبحت هنا RI مع الI تمشي من 1 إلى N أو في المسألة هنا إلى 3 خرجنا جذر الW برّا فأصبح لي تكامل أو اسمحوا لي جمع جذر أو 1 على جذر الRI بين 1 و N اللي هي 3 في مسألتنا هيدا فهنا إيش نقدر نحسب؟ تصبح عن DQ تسوي جذر الW على أو في مجموع 1 على R1 أو جذر R1 مع 1 على جذر R2 مع 1 على جذر R3 فهنا إيش لو حسبت الR1 والR2 والR3 ونعرف الQ قيمتها فيمكنني استخراج الW فهنا في المعادلة اللي بعد الW تسوي إيش؟ Q على مجموع 1 على جذر R فهنا تربيع لأنه كانت هنا عندي W بالجذر طيب هنا في الصفحة هذه سوينا إيش؟ سوينا الحسابات فهنا باستعمل L D F F عند K استعملنا المعادلة اللي اتطرقنا لها في الحصة الأولى لحساب إيش؟ لحساب الR بالنسبة ل P1 P2 P3 اللي نبغى هنا هو إيش؟ هو جذر الR فسوينا جذر الR وتحديداً نبغى إيش 1 على جذر الR ثم إيش؟ عندي هنا مجموع واحد على جذر الR يسوي 7.3 في عشرة السالب أربعة فهنا إذاً هذا استخرجته ل Q تسوي كم شباب؟ طبيعي جداً هنا معطف المسألة 0.02 متر مكعب بار سكند فإذاً هنا نقدر نستخرج قيمة الW استخرجنا قيمة الW نرجع للمعادلة اللي أوجدناها في الصفحة القبل إنه Q1 يسوي جذر الW على الR هذا معطى أو تم استخراجه الW تم استخراجها فإذاً يمكن حساب Q1 Q3 و Q2 بار متر بار سكند ما ننسى هنا زي ما محطوط هنا مجرد تشك لو جمعت Q1 بلاس Q2 بلاس Q3 بالطبع يجبهم يكونوا Q أو 0.02 متر مكعب بار سكند كده نكون متأكد إنه حسابياته إن شاء الله صح هنا نكون خلصت المسألة إن شاء الله تكون يعني التفسير أو الشرح واضح فقط هنا تعرضنا إيش إلى تعريف W الW هنا يرمز إليه بإيش يعني إيش الW هذه السلام عليكم ورحمة الله